السلام عليكم ورحمة الله اصدقائي اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد اليوم حاب بشارك معكم طريقتي بعمل الفطائر بعجيني رائعة اطنية تصلح لجميع انواع المعجنات للبيتزا للفطائر بحشوات متعددة للمنائش بالفعل عجيني رائعة والحشوي كماني لذيذ واقتصادي بنفس الوقت بتمنى جربوها وتنال اعجابكم خليكن معنا خلينا نشوف طريقة التحضير والمقادير بداية حطيت كاستين ماء دافئ فيكم تحطوا بدل الماء تحطوا حليب سائل طبعا بنفس القوب رح اعير فيه السوائل ورح اعير فيه تسحين حطيت كماني ظرف خميري فوري تقريبا 10 جرام وحطيت 3 معالي حليب بودرة لان انا ما حطيت حليب سائل فاعوطوا بالحليب البودرة وحطيت كماني معلقتين سكر كبار مشان يزاعل على تفاعل الخميري وبدي هيك طعمة حلاوي بالعجيني يعني تكون فيه طعمة حلاوي هلا بنحركهم مع بعض المليح منخلطهم مع بعض ومنتركهم تقريبا 10 دقائق لبينما تتفاعل الخميري وتطلع فقاعات أنا بها الأسنار رح أتركهم بهذا الشكل ورح أحضر الحشوي بجاطة حطيت 7 حبات من البطاطا المسلوقة استواء كامل حطيتهم وعم بهرسهم بالشوكي طبعا الحشوي طيبي ولذيذي وكمان اقتصادي وطبعا الحشوة اللي انتو بتكون يهول بتحبوها فيكنت حشوة بجبني ضفت على البطاطا نصف فنجان من الحليب من الحليب السائل حطيت كماني رشة زيت نباتي وحطيت كماني رشة ملح حسب الرغبي وحطيت توابل كزبرة وفليفلي وكمون البطاطا المسلوقة بتحب الكمون فكترت شوية الكمون وحطيت كماني في الفول الأسود طبعا التوابل اللي انتو بتحبوها أنا بحب حط هاي التوابل لأي نوع بطاطا مسلوقة عندي وحطيت كماني شوية بصل أخضر وشوية بقدونس فلمتون قطع نعمي وحطيتهم وخلطتهم مع بعض منيح فيكم نضيفو وبتناقصو حسب رغبتكن حسب اللي بتحبوه أنا هاي حشوتي يعني صارت جاهزة بمكونات بسيطة ولذيذي بنفس الوقت بعد ما جهزت الحشوي صارت المرحلة الثانية جاهزة من مرحلة العجيني طبعا المرحلة الأولى أول شي حطينا الخميري مع الماء الدافئ مع الحليب والسكر تفاعلت الخميري ومثل ما نكون شايفين شكلت فقاعات بعد ما شفناها شكلت هاي الفقاعات منبلش نضيف بقية المكونات أنا حطت معلقتين لبن ورشة ملح ونصف كاسة من الزيت النباتة منخلطهم مع بعض كتير منيح وبعدين منبلش نضيف الطحين طبعا أنا هون عندي 6 كاسات طحين منحتاج ما بين 6 كاسات لل6 كاسات ونصف من الطحين أنا الطحين أنا أخلته مرة واحدة طحين أبيض ناخدته مرة واحدة طبعا هاي تكمية من الطحين تكفي ما بين 7 إلى 8 أشخاص فاللي أحابي تعرف شقد ممكن هاي تكمية تكفي ضليت أضيف الطحين بالتدريج لبينها ما صارت معي عجيني متماسكة بدأت أعجن فيها للتمت العجيني مثل ما كون شايفين ما منضيف الطحين دفعة واحدة منضيفه بالتدريج وكل طحين إلو استيعابه بالسوائل طبعا هيك بعد ما لتمت معي ضفت شوية زيت على إيدي وعالعجيني مشار ما تلتسق العجيني بإيدي وعجنتها تقريبا شي دقيقتين تلاتي ما كتير يعني شي بسيط عجنتها ما بده كتير عجم وريحتها شي ساعة عند الجو شوي بارد فريحتها شي ساعة لبينه ما يتضاعف حجمة وترتاح بهذا الشكل بعد ما ارتحت معي العجيني واضاعف حجمة مثل ما يكون شايفين بالسينية رشية رشية طحين مشار ما تلتسق العجيني بالسينية وقطعتها قطع مناسبة يعني حسب الحجم اللي ان احنا بدنا هيالة الفطيرة كرات صغيري وغطيتها مشار ما تتشكل طبقة على الكرات وتنشف مهنة العجيني وبعدي بتشكلوها حسب رغبتكن انا عملت على شكل مسلسات يعني شكل حلو وسريع وانا معتمدي على هذا الشكل للفطائر وبدأي كمان بحكول على شغلي انه اذا بتكن تعملوها خاصة اذا بتكن تحشوها جبني للفطيري ما لازم يعني ترققوا لكثير العجين ما لازم تدلقوها زيادة لازم تخلو فيها سماكي عملت بهالشكل وسكرت تمليح مشان ما تفتح معنى العجيني اسناء الخبز شايفين ما احلاها وسهلي وحطيتها بالسينية وحطيت برق زبدي دهنت وجه الفطائر بصفار بيضة مع شوية حليب فيكن تخلطوا البيضة كاملة البيضة مع الصفار تخلطوها وتدهنوا فيها وجه الفطائر والما بيحب البيض ممكن يدوب شوية قهوة سريعة الذوبان بماء فاتر وبعدين يضيف فوقه حليب شوية حليب ويدهن في وجه الفطائر ليعطيكم اللون حلو هذا اللي ما بيحب البيض بها الاسناء انا مشغلي الفرن ليحمى على درجة حرارة 200 مشغلته من فوقه من تحت حطيتها الصينية على الرف الاقرب للتحت شغلته من فوقه من تحت تقريبا اخذت معي استواء تلت ساعة طبعا هون حسب الفرن اللي عنكن انتو بتراقبوها وبتشوفو لو بيحاج انه من فوق او من تحت استويت من فوق من تحت بده كمان هاي حسب انتو الفرن عنكن بعد ما طلعت الفطائر مباشرة وهي صخني مرقت على وجه الفطائر بمكعب زبدي علشان فورا تسيح وهي صخني تسيح الزبدي على الفطيري او منه هيك بتعطي لون حلو الزبدي ومنه كماني بما انه عنا حرف عنا حرف من فوق حرف الفطائر بيعطيه تراوي يعني هيك بظل الحرف طري ما بيقسه معنا والفطائر رح تغب الزبدي ما رح تضل ظاهرة وخاصة اذا كانت الزبدي طيبي فرح تعطيها لزازي للفطائر طعمي طيبي وهي الكمية اللي طلعت معي هاي غير اللي اكلوا اللي ولاد وفضل شوي بدون حشوية عملتوا المنائيش زعتر ودبس فليفلي بجد العجينة من انجح ما يكون بتمنى تجربوها وان شاء الله رح تنال اعجابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا